توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن حرب غزة تكلف الاقتصاد المصري نحو 20 مليار دولار كخسائر في إيرادات السياحة وقناة السويس وأشارت دراسة الأمم المتحدة إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال مما خفف من التأثيرات السلبية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجهها مصر نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة حيث توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن تكلف حرب غزة الاقتصاد المصري نحو 20 مليار دولار خسائر في إيرادات السياحة وقناة السويس ويشهد الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس وتدفقات رأس المال يشهد تدعيات الحرب في مختلف المجالات مما يضغط على مصاري الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر التحليل الجديد لبرنامج الأمم المتحدة بعنوان الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر يسلط الضوء على التأثيرات المتعددة للحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري ويقدم رؤى لصانع السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر ويقدر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر سيناريو الشدة المنخفضة وتسعة أشهر سيناريو الشدة المتوسطة وعام سيناريو الشدة العالية وأشرت دراسة الأمم المتحدة إلى أن الحكومة المصرية وقعت بالفعل على العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال مما خفف من التأثيرات السلبية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري كانت الدولة المصرية بمؤسساتها قد أكدت أن التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من صراعات عسكرية شكلت ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري والتجارة الدولية مشددة على أن اقتصاد مصر ينمو بشكل مستدام ومستمر على الرغم من تعرضه لمخاطر خارجية وفي هذا الإطار اتخذت مصر في الآوينة الأخيرة قرارات وإجراءات لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها بنجاح كما اتخذت كذلك سبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تخلفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة هذه الصدمات الخارجية لا سيما أن مصر جزء حيوي من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر عليه بشكل أو بآخر نظرا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية ترجمة نانسي قنقر